مشاهدي الكرام سلام الله عليكم زوجين خطيرين يزلزلان الدولة المغربية إليكم التفاصيل تمكنت فرقة الشرطة القضاية بمنطقة أمن إنسكان بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم التلتا من توقيف سيدة وزوجها وذلك الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإخفاء رضيع وذكر بلاء للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بإنسكان كانت قد توصلت بتاريخ 18 من يوليوز الجاري بإشعار من سيدة حول تعرض رضيعاتها للاختطاف قبل أن يتبين من خلال البحث أن الأمر يتعلق بتبلغ عن جريمة وهمية وأنها قامت في المقابل بتسليم رضيعتها لزوجين يقيمان بمدينة تزنيتة مقابل مبلغ 2500 درهم وذلك بواسطة من شخصين تم توقيفهما أيضا رفقة زوج المعنية بالأمر قبل أن يتم تقديم الجميع أمام النياب العامة المختصة وأذاف البلاغ أنه استكمالا للأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بخصوص هذه القضية تم صباح اليوم تحديد هوية الزوجين المتورطين في إخفاء الرضيعة وتوقيفهما بمدينة تزنيتة كما تم أيضا استرجاع الرضيعة وهي في حالة صحية جيدة وقد تم وفق البلاغة الاحتفاظ بالزوجين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليها النياب العامة المختصة فيما تم إحالة الرضيعة للمصلحة المختصة بمستشفى الحسن الثاني شكرا جزيلا على حسن المتابعة